صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهل في كل مكان كل يعني المنشتات والعنوين اللي انت قلت عليها يا نهواند هتبقى موجودة النهاردة معانا في فقرتنا الصحفية من مقر جريدة اليوم السابع والبداية من موقع سوبر كورة اتحاد الكورة بيقرر إجراء تعديلات على شعار الدوري الجديد استقر مسؤول اتحاد الكورة طبعا على انه هم يعني يتم تعديل اللوجو أو شعار الدوري المصري الجديد واللي تم اعلانه مع إجراء قرعة البطولة اتفق مسؤول اتحاد الكورة انه يتم تغيير لون الشعار أو اللوجو وكمان يعني يضيف عليه بعض من ألوان الروح المصرية زي الأحمر والأسود والأبيض وكمان تفتيحين تصميم أبو الهول كمان حددت لجنة المسابقات بالتحاد الكورة منتصف أغسطس المقبل انه يكون نهاية الدوري العام الجديد عشرين 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 واحد وعشرين واللي طبعا هيبدأ يوم حداشر ديسمبر الجاري كمان شددت لجنة اللجنة على استمرار المسابقة في مع انشاء أو استمرار أولمبياد توكيو واللي بتقام في شهرين يوليو وأغسطس المقبل بدون التوقف أو توقف البطولة مع بدون لعبي المنتخب الأولمبي واللي هيختارهم شوئي غريب واللي بيبلغ عددهم 18 لاعب وده الاتفاق أو البند اللي وافق عليه أغلب الأندية المشاركة في البطولة كمان من موقع اليوم السابعة مصر بتواجه مالي في ختام البطولة الإفريقية للسلة بعد ضمان الوصول للمونديل يلتق اليوم الأربعاء منتخب نشآت مصر الكرة السلة مع نظيره منتخب مالي في نهاء البطولة الإفريقية للنشآت تحت 18 عام واللي بتقام في الخمسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بصالة استاد القاهرة النهاردة هتختتم البطولة وده طبعا بعد مكان منتخب مالي ومنتخب مصر نجح في بلوغ كأس العالم على مستوى الناشئات بعد فوز مالي على مصر مرتين 64-36-68-55 وكذلك على السنغال 74-39-61-37 بس ده لم يمنع خسارة منتخب مصر أمس أمام السنغال 67-64 من التأهل لنتيجة الفوز لمصر في اللقاء السابق بين المنتخبين من موقع يلا كورا رسميا تأجيل مباراة باريس سان جرمان وباء بشاك شهير بسبب إساءات عنصرية للأسف العنصرية وصلت كمان لملاعب كرة القدم وده اللي تناولوا تقرير يلا كورا بعد ما أعلن طبعا أن غادر لعابه فريق إسطنبول بشاك شهير التركي أرضية الملعب معقل نادي باريس سان جرمان الفرنسي بعدما توقفت أحداث اللقاء بسبب إساءات عنصرية فيه بعد مرور 13 دقيقة تحديدا الحكم الرابع الروماني وجه إساءات عنصرية لبيير وابو عضو الجهاز الفني للنادي التركي وأوقف حكم الساحة المباراة وتوجه لإشهار البطاقة الحمراء لعضو الجهاز الفني لنادي بشاك شهير وطبعا رفض لعابه نادي إسطنبول استكمال المباراة ثم بعد ذلك خرج لعابه نادي باريس سان جرمان وتوقفت المباراة ولكن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه رسميا هتستأنف المباراة في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ولكن مع وجود حكام جدد وهتستأنف المباراة منذ الدقيقة الأربعة عشر الحقيقة برضو أن أغلب المواقع والصحف والمنشتات العالمية تناولت لقاء طبعا في دوري أبطال أوروبا أمس ما بين يوفنتس وبرشلونة واللقاء الأول منذ عامين اللي جمع ما بين النجمين رونالدو وميسي ولكن من ESPN كان التصريح الأبرز لرونالدو لما قال بعد المباراة اللي طبعا اتجمعوا فيها بعد زي ما قلت عامين من الغياب من المواجهات ما بين بعد قال أنه هو لم يرى ميسي في حياته منافس لي وده كان تصريح من ESPN رونالدو قاله وكان الحقيقة يعني أثار جدل كبير جدا وكمان يعني أغلب العنوين تناولت هذه المباراة اللي انتهت بفوز يوفنتس على برشلونة 3-0 على ملعب كامب نو طبعا ماركا قالت أن كريستيانو رونالدو بيدفع برشلونة نحو الهوية ومن صحيفة سبورت كمان قاله هزيمة برشلونة أمام يوفنتس في دوري أبطال أوروبا وفقدانه ليصدارة المجموعة كمان من موندو دي بورتيفو خيبة أمل أخرى لبرشلونة وأخيرا من أهس الإسبانية البرتغالي يسجل هدفين في مرموة برشلونة وأرسلوا للمستوى الثاني أخيرا قبل ختام فقرتنا الصحفية عايزين نفكر كل المشاهدين بمباريات اليوم مباريات هم في دوري أبطال أوروبا في الساعة الثمانية إلى خمس دقائية هيكون ماتجلاند هيلاعب ليفر بول وآيكس أمستردام مع أتالانتا في برضو الساعة الثمانية إلى خمس دقائية ورادبل سالسبورغ مع أتلاتكو مدريد في العشرة مساء كمان ريال مدريد مع مونشن جلادباخ في العشرة مساء انترناسونال مع شاختر دونتسك في العشرة مساء وكمان منشستر سيتي مع مرسيليا في العشرة مساء وأيضا أولمبيكوس مع بورتو في العشرة مساء وأخيرا بايرن ميونخ مع لوكوموتف موسكو في تمام العشرة مساء دي كانت جولة لأهم العنوين الصحفية الصادرة صباح اليوم سواء العالمية أو المحلية من مقار جريدة اليوم السابع بشكركم جداً لعودة للستوديو مرة أخرى